أحيانا كتير يعني بتفضل المشاهد الموجودة في قطاع غزة يعني التعليق عليها صعب يعني متابعاتها صعب والتعليق أصعب لكن بنحاول طول الوقت والحقيقة الجهات كلها والمنتديات بتحاول طول الوقت أنها توصل صوتها ورأيها ودعمها بشكل كبير أدان منتدى شباب العالم الأحداث في قطاع غزة من حصار وقصف المواطنين المدنيين وناشد المنظمات الدولية بأن تساهم بدورها في تسجيل دخول المساعدات وتسهيلها أنها تدخل المساعدات لقطاع غزة لما يمر به القطاع من لحظات حرجة حيث أن الحصول زي ما أنتم شايفين على المياه والغذاء وأيضا المكان الآمل يعد أكيد من الحقوق الأساسية للإنسان ولكن ده مش موجود طلب أيضا المنتدى جميع الأطراف وقف إطلاق النار للحد من العنف الموجود وأيضا العنف تجاه الأرواح البريئة وأيضا تمهيد الطرق لكي يكون هناك مناقشة ويكون هناك أيضا حلول سلمية وحضرية الوضع زي ما أنتم شايفين دايما موجود على الشاشة ووضع صعب جدا والوضع بيتأزم طول الوقت ربما ونحن نناقش معكم على الهواء ولكن ظلام غزة أقوى بكثير من ما نذكره ونقوله هنا ونحن نحاول طول الوقت